مجلس الشورى آراء عديدة متفاوتة تارة ومتقاربة تارة أخرى ملأت مقر عقاد جلسة مجلس الشورى تمخض عنها إعادة مشروع قانون يطمح لتعديلات جوهرية بشأن إشغال الطرق العامة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لإعادة دراسته وهو الذي يعنى بتنظيم كل ما يعيق الطرق العامة والأرصفة الموجود الذي يراه الناس كثيرا أن الطرق والميادين والساحات والأرصفة ربما تكون مشغولة بمنشآت صغيرة أو سيارات أو أدوات أو أكشاك للبيع كثير منها مخالف للقانون كثير منها لم يرخص من قبل البلديات وأيضا القانون النافذ ربما في بعض الثغرات أو القصور في بعض المواد فارتأينا اقتراح مشروع بقانون لتلافي كل القصور والنقص الموجود في القانون النافذ أعضاء مجلس الشورى وافقوا على النظر في مقترح يسعى لإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تهدف لسد بعض الثغرات في معاقبة كل من يرتبط بقضايا الرشوة والفساد المالي فكرة القانون على سد فراغ التشريعي بتجريم الواسطة الوسيط بين الراشي والمرتشي فبهذا نحن ممكن نقوي مؤامات الاتفاقيات الدولية التي نضمينا إليها كمملكة البحرين باسم البلد لسد الفراغ التشريعي وأيضا لمكافحة الفساد فممكن أي مواطن يستفيد من قوة القانون الهاجس الذي يشغل العديد من المواطنين خارج الجلسة والكثير من أعضاء المجلس ولم يناقش حتى الآن هو ما ستتمخض عنه مناقشة الميزانية العامة 2019-2020 أتصور بأن هذه الميزانية ستكون ميزانية مهمة وأيضا إيجابية أنا شخصيا متفائل بأن هذه الميزانية ستوازن بين تحقيق ما يصب إليه الوطن والمواطن وفي نفس الوقت ستكون أيضا ميزانية يمكن أقل في بعض الأبواب من السنوات الماضية ولكنها ميزانية فعلية بمعنى هي ميزانية قادرة على أن تترجم رؤية الشعب والحكومة وتثبت مرة أخرى بأن هذه السفينة سفينة الإصلاح التي يقودها سيدي صاحب الجلال إن شاء الله مبحرة إلى بر الأمان رغم الصحبات ورغم التحديات مجلس الشورى وعامة المواطنين ينتظرون معرفة أبرز ما ستحمله الميزانية العامة القادمة من أرقام وملامح جديدة اقترب موعد التصويت عليها إلى أن يناقش مجلس النواب الميزانية العامة الجديدة ويوافق عليها ومن ثم تحال إلى هنا مجهر مجلس الشورى تبقى هي الأبرز وذلك ترقبا لما تحمله من خطط وآليات جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل التحديات والصعوبات خلال المرحلات القادمة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين